مجلتنا 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 مجلت الأهلي صدرت اليوم وحنشوف ماذا فيها وماذا كان فيها من 40 سنة النهاردة العدد اللي صادر بيحتفي به الحدث الكبير جداً مبارح في تسلم النادي الأهلي لإستاذ الجديد وبيقول المنشط نادي القرن مش أي يفطه والسلام الناس اللي بتتكلموا صلى الأهلي حط يفطه على الملعب اليافطة اللي بتتكلموا عليها دي مش مجرد يفطه دي 60 مليون جنيه في السنة شفتوا يفطط الأهلي غالية أو إزاي 60 مليون جنيه في السنة وحمام السباحة بتاع التربية والتعليم ونادي الأقصر وتطوير القناة وامتيازات كبيرة جداً ليافطط نادي القرن أيضاً العدد بيغطي أحداث اليوم السعيد جداً للأهلي في هذا اليوم التاريخي وبيستمر أيضاً العدد في تغطية كل الأحداث الأهلي بعد عزل منافسية تحدث عن مباراة الإنتاج عن قيمة الخطيب وخالتي كيدية دي مقالتي الأستاذ حامد عز الدين مقالة مهمة جداً للأهلي رب يحميه ده كان جزء أو جانب من عدد الأهلي الذي صدر اليوم فماذا كان شكل ومضمون مجلة الأهلي نفسها من 40 سنة نشوف هذا التقرير مجلتنا قبل 40 عاماً مجلتنا منذ 40 عاماً وتحديداً في عددها الذي حمل رقم 341 وصدر يوم الأربعاء في 3 سبتمبر عام 1980 كان العنوان الرئيسي للغلاف بطل الدوري يبدأ المشوار قبل 48 ساعة من الموسم الجديد وفي عنوان آخر الأهلي بقوته الضاربة في ضيافة عروس الصعيد وفي صفحة الثانية رصدت المجلة الحفلة الغنائية السنوي الذي أقامه النادي الأهلي احتفالاً ببطولة الدوري أحيى الحفلة الفنانتان العملاقتان الأهلويتان ورد الجزائرية وشديا وكاتبت المجلة تعليقاً على الحفلة تحت عنوان ليلة من ألف ليلة الحفلة حضرها الآلاف بالأهلي وسهر معها الملايين حول أجهزة الراديو حقاً إنها ليلة لم تحدث من قبل تألقت فيها قمتال غناء في مصر وردة وشديا أبدعت فيها المطربة الكبيرة شديا صوت مصر بأغنيات آخر ليلة ويا حبيبتي يا مصر وكانت ليلة أكثر من رائعة مع يوم وليلة واسألوني وعملاقة الطرب باقة الورد وردة وشهد الحفل موهبة موسيقية جديدة وهو الفنان عمرو طارق سليم نجل الكابتن طارق سليم اللاعب الدولي ولاعب الأهل السابق وكان هناك لقاء مع الفنان الأهلوي القدير محمود شوكوكو الذي قدم عدة فقرات فكاهية أطفت الكثير من المراح على مناخ الحفل وفي صفحتها السابعة وتحت عنوان مصر كلها تشارك الأهل أفراحة نشرت المجلة كلمة لكمال حافظ وكيل أول النادي بعنوان كل الشكر والتقدير من الأهل لمن ساهموا في حفله الناجح وحقق حفل الأهل السنوي نجاحا منقطع النظير وبلغت الإرادات حوالي 54 ألف جنيه وهو رقم قياسي في إرادات الحفلات الساهرة في تاريخ الحفلات في مصر كما حرصت المجلة على رصد مهرجان اعتزال نجم من نجوم الفريق وهو أحمد عبد الباقي بعنوان الأهل يكرم عبد الباقي في مهرجان رياضي رائع وتابعت مظاهرة وفاء تحيط بالنجم المعتزل وتمنت المجلة التوفيق للنجم المعتزل واستمرار النجاح في مجال التدريب الذي اختاره كامتداد طبيعي لرحلته في الملاعب يعني المصرح المصرح اللي قال لي ده هو في تعليق مكلسوم وتقلدية وصاب الكمال في وردة شادية نجاة الصغيرة ياسمين الخيام في أول انطلاقة ليها في أول حفلة ليها كانت على حمام السبعة في النادي الأهلي الأهلي ده هو الحضنة الذي احتضنا هي دي وحيات الأهلي وأفراحه وحيات الأهلي وأفراحه اللي انت بدأت به بدأ المهندس عادل بأغنية وحيات الأهلي وأفراحه وختبناها مع شادية وردة ونعمل ومسك الختاب شكرا